موسيقى أهلا بكم مشاهدين كرام نشرة التاسعة من قناة يام الشباب معكم أنا مروا السوادي وهشام جابر نبتدئ بالعنوين احتشاد واسع بساحة الحرية بتاعز احتفاء بالذكرى التاسعة لثورة الحادي عشر من فبراير الجيش الوطني يحرر موقع في جبهة السرواح بمأربة والجوف موسيقى ميليشي الحوثي تقصف مستشفى بمأربة وتواصل استهداف منازل المواطنين بمديرية حيز في الحديدة موسيقى البداية من تعز حيث احتشد ثوار تعز بساحة الحرية في جمعة اطلق عليها جمعة اليمن وفلسطين ثورة ومقاومة للاحتفاء بدورة الحادي او بثورة الحادي عشر من فبراير وشدد المشاركون في التظاهر على استكمال طريق الثورة وتصحيح مسارها كما اكد الثوار في الاحتشاد دعمهم لجيش الوطني وفاء للشهداء والجرحة ودفاع لمخططات وأطمع وأوهام الثورة المضادة وهذا الأمر يعرفه من عاش تعز مدينة تعز رفرفت الرايات الوطنية مجددا في ساحة الحرية بتاعز احتفاء بالذكرى التاسعة لثورة الحادي عشر من فبراير بدأنا اليوم في تيار فبراير الوطني بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة فبراير أولى فعاليات هذا التيار وهي عبارة عن لافتات في ساحة الحرية بمدينة تعز وهي امتداد لفعاليات عدة سنقيمها خلال هذا الشهر تقدم تيار فبراير الوطني عددا من الكينات الثورية الصفوفة في ساحة الحرية لإعلان الاحتفاء بالذكرى الثورة وسط حج جماهيري مهيب شهدته قلعة الثورة اليوم ربما هي تدشين انطلاق الأفعاليات الثورية لإحياء الذكرى التاسعة لعيد الحادي عشر من فبراير اليوم التيارات الثورية تعود إلى الصدارة في هذه الساحة معلنة إحياء هذه الذكرى مؤكدة على استمراريتها الثورية واستمرار نضالها حتى تحقيق أهداف ثورة الحادي عشر من فبراير عاد التيار الذي لم يتوقف يوما منذ انطلاق الثورة متمسكا أكثر من ذي قبل بالمشروع الوطني الذي يواجه حربا ضروسا لطمسه من الذاكرة اليمنية من هنا من ساحة الحرية من قلب الاحتفال بإحياء شبراير الثورة مستمرة تكتلات الثورة كيانة الثورة تكتمع منذ أسبوع تتدعى ويكتمع الشباب من أقل الإعداد لهذه المناسبة التي يصرون الشباب على أنها كانت المخرق الكبير للشعب الأمين ولا زالوا يصرون وسيتم الاحتفال بها من جميع التكتلات ومن جميع المكونات وستكون إن شاء الله بداية لثورة مستمرة جديدة لعام جديد حتى نتحقق الانتصار ويتحقق النظام القانون والحكم الرشيد على خطة شهداء يمضي الثوار ويستغلون هذه الفعاليات الوطنية للتأكيد على تمسكهم بأهداف الثورة والحفاظ على مكتسبات الثورات اليمنية والتصدي للمشروع الإمامي تمثل ثورة فبراير الطلقة الأولى في قلب المشروع الإمامي الكهنوتي الذي يحاول الانقضاض على الثورة والجمهورية والوحدة بتجييش كل طاقاته في محراب النظال وقبلة الثورة أطلق تيار فبراير الوطني أولى فعالية الاحتفاء بالعيد التاسع لثورة الحادي عشر من فبراير وسط زخم ثوري لم يهدأ منذ عقد من الزمن عبد العزيز الزبحاني من شباب من ساحة الحرية بمدينة تعز تمكنت نقطة الهنجر التابعة لقوات الشرطة العسكرية في المدخل الغربي لمدينة تعز من ضبط شحنة أسلحة خفيفة وملازم حوثية وممنوعات أخرى وقال مصدر في قيادة الشرطة العسكرية قال أن الشحنة كانت في طريقها إلى مدينة تعز قادمة من مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية وحي المصدر اليقظة العالية التي يتمتع بها أفراد نقطة الهنجر في إفشال المخططات الرامية لخلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في مدينة تعز وأكد المصدر أن محاولات الميليشيا الحوثية الانقلابية في إحداث اختراق الصف الداخلي المقاوم ستبوء بالفشل مشددا على ضرورة تضافر جهود جميع أبناء المجتمع بجميع تكويناته وهيئاته الرسمية والشعبية لرفض الأجهزة الأمنجة في تحقيق الاستقرار التام نبقى في تعز حيث لقي عدد من ميليشيا الحوث الانقلابية مصرعهم بقذيفة مدفعية أطلقتها قوات تابعة لألوية العمالقة على تجمع كبير للميليشيا في جبهة البرح غرب المحافظة وذكر الموقع الكتروني لألوية العمالقة ذكر أن القذيفة التي أطلقتها مدفعية اللواء الرابع عشر عمالقة سقطت وسط تجمع كبير للميليشيا الحوثية أدى إلى مقتل عدد من عناصر الميليشيا نقلت جثثهم إلى مستشفيات البرح غرب تعز يأتي هذا بعد يوم من تمكن قوات العمالقة من تحقيق تقدم في الجبهة وسيطرتها على موقعين هناك وفي مأرب سيطرت قوات الشرعية على التبة الحمراء الاستراتيجية في جبهة المسجح بصروع غرب المحافظة مصادر عسكرية أكدت ليمن شباب أن قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها على التبة الحمراء الاستراتيجية في جبهة المسجح عقب مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية ووضحت المصادر أن أحد أفراد الجيش استشهد وأصيب عشرة آخرون جراء المواجهات بين الطرفين فيما سقط العشرات من الميليشيا بين قتيل وجريح في الجوف قالت مصادر عسكرية ليمن شباب أن قوات الجيش الوطني في جبهة المحزمات غرب المحافظة أحرزت تقدما ميدنيا جديدا في معاركها التي تشنها ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية منذ أيام وبحسب المصدر فأن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبل قائمة حليف والمواقع المجاورة له فيما فرت عناصر الميليشيا الحوثية باتجاه جبال الوغرة بعد سقوط قتل وجرح في صفوفها وأضاف المصدر أنه تم تدمير آليات تابعة للميليشيا في المواجهات بينما دمر طيران التحالف العربي عربات أخرى للميليشيا تحمل تعزيزات كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات سيرت مؤسسة وطن التنموية لمساندة الجيش قافلة غذائية لمساندة المقاتلين في الجبهات والخطوط الأمامية بجبهة نهم في صنعه وبحسب الأمين العام المساعد للمؤسسة أحمد علي صلح فإن القافلة تحتوي على مواد غذائية ومياه معدنية مساهمة لدعم المقاتلين وأضاف الأمين العام المساعد للمؤسسة أن القافلة يبلغ إجمال قيمتها نحو 30 مليون ريال مقدمة من المجتمع دعما ومساندة لإخوانهم المرابطين من أبناء الجيش الوطني والمقاومة في الخطوط الأمامية في المنطقة العسكرية السادسة والثالثة والسابعة وأضاف أن التفاعل من قبل المواطنين والتجار كان بحجم كبير داعيا كافة أبناء اليمن إلى المساهمة في دعم المقاتلين وأن المعركة تهم كل اليمنيين لاسترداد دولتهم من الميليشي الإنقلابية المدعومة إيرانيا ومن جهته قال الدكتور عبد الملك القصوص عضو مجلس النواب بأمانة العاصمة إن أبناء محافظات صنعاء وصعدة وحجة وريمة ومأرب شاركوا في دعم القافلة بمواد غذائية دعم للمقاتلين في الخطوط الأمامية داعيا كافة أبناء المحافظات إلى المساهمة في دعم الجبهات ومساندة الجيش الوطني قصفت ميليشيا الحوث الإنقلابية مستشفى الجفرة في مديرية مزر بمحافظة مأرب ما أسفر عن إصابات وسط المرضى وقال مصدر طبي ليمن الشباب إن الميليشيا قصفت المستشفى بالصواريق وقذائف الدبابات وهو يعج بالمرضى والأطباء ضمن مسلسل انتهاكاتها وجرائمها الإنسانية بحق المدنيين وخلف القصف وفقا للمصدر إصابات وسط المرضى كما ألحق أضرارا كبيرة بالمستشفى وفي البيضاء تجددت المعارك العنفة مساء أمس الخميس بين قوات الجيش الوطني مسنودة من المقاومة والميليشيا الحوثية الإنقلابية في عقبة ثرى شمال شرق محافظة أبيان وأفاد مصدر عسكري أن الميليشيا جددت قصفها المدفعية على مواقع قوات الجيش والمقاومة أسفل عقبة ثرى التي تفصل بين مديريتي مكيراس التابعة لمحافظة البيضاء ولودر في أبيان وقال المصدر أن قوات الجيش والمقاومة ردت بقصف مدفعي مماثل أجبر الميليشيا الحوثية على التراجع وشهدت الجبهة تبادل قصف مدفعي ومن أسلحة متوسطة الثلاثاء الماضي عقب قصف شنته ميليشيا الحوثي بقذائف الدبابات على مواقع الجيش في عقبة ثرى فرضت المقاومة مسنودة بقوات من العمالقة حصارا على مجامع من الميليشيا الحوثية بمديريتي الزاهر في محافظة البيضاء وقالت مصادر ميدانية ليمن شباب أن اشتباكات عنيفة دارت بين المقاومة من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى في وادي جاحور وبحسب المصادر فإن قوات المقاومة فرضت حصارا على عناصر من الميليشيا بقيادة المدعو أبو العز في وادي جاحور بينما تحاول الميليشيا بكل قوتها إنقاذه من الأسرة قتل ثلاثة صيادين مصريين جراء انفجار لغم بحري حوثي بقاربهم في البحر الأحمر وقال التحالف العربي في بيان إنه أنقذ ثلاثة صيادين آخرين استجابة لبلاغ بغرق القارب وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الحادثة وقعت في المياه الدولية بالبحر الأحمر وأن قارب الصيد كان على متنه ستة صيادين من الجنسية المصرية تم إنقاذ ثلاثة منهم ومقتل ثلاثة آخرين نتيجة انفجار اللغم البحري وأكد تحالف استمرار جهوده في تحييد تهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية حيث بلغ مجموع ما تم اكتشافه وتدميره من الألغام مئة وسبعة وثلاثين لغما بحرية قامت الميليشيا الحوثية بزراعتها ونشرها عشوائية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر قال مواطنون إن ميليشيا الحوثي تواصل قصف واستهداف الأسواق والمنازل والأحياء السكنية في مديرية حيث جنوب محافظة الحديدة بشكل شبه يومي ما تسبب في حدوث أضرار كبيرة في منازلهم وممتلكاتهم وتتعمد الميليشيا الحوثية الانقلابية قصف واستهداف الأحياء السكنية المحررة بالحديدة بمختلف أنواع الأسلحة ما تسبب في سقوط آلاف المدنيين بين قتيل وجريح ومعاق ميليشيا الحوثية ما زالت تقصف المنازل في مديرية حيث بكل أنواع الأسلحة بالهاونات بالإربيجي تستهدفنا في منازلنا تستهدفنا في الأسواق تستهدفنا في كل مديرية حيث الميليشيات الحوثية لا زالت حتى اليوم تمطر الأحياء السكنية في مديرية حيث بمختلف أنواع القبائف الساروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة تساقطت أغلبها في أحياء متفرقة في مركز المديرية وبعضها تسببت في أضرار المنازل ويوميا الميليشيات تقصف مديرية حيث وبمختلف أنواع الأسلحة تعتزم الأمم المتحدة خفض المساعدات في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإنقلابية بسبب تراجع مناخ العمل هناك بدرجة كبيرة في الأشهر القليلة الماضية ونقلت وكالة رويترز على المسؤول الأممي بارز قوله أن الميليشيات الحوثية تعمل على تعطيل جهود توصيل الغذاء ومساعدات أخرى لمن يستحقون بدرجة لم تعد محتملة وتابع المسؤول الأممي القول إنه ما لم يتحسن الوضع فإن المانحين والعملين في المجال الإنساني لن يكون أمامهم خيار سوى خفض المساعدات وسيشمل ذلك خفض بعض المساعدات الغذائية التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والتي تطعم أكثر من 12 مليون شخص كل شهر ومن المتوقع أن تبدأ خطة الخفض في شهر مارس أذار بعد التشاور مع المانحين هذا الشهر أعلن ضابط في قيادة التحالف العربي في عدن أمس الخميس عن تشكيل لجنة للبحث والتحقيق في قضية المخفيين قصرا والعمل على إظهارهم والكشف عن مصيرهم وحسب بيان صادر عن رابطة أمهات المختطفين فقد جاء هذا الإعلان في اجتماع ضباط من التحالف بعدد من أمهات المخفيين قصرا داخل مقر التحالف أمس الخميس بحضور عدد من القيادات الأمنية ومسؤولي السجون في عدن وذكر البيان أن ضابطا سعوديا يدعى أبو سلطان وعد بأن يتم التواصل مع أمهات المخفيين للحصول على بيانات أبنائهن ومعلومات عن اختطافهم وإطلاعهن على النتائج وحسب الضابط السعودي الذي يحمل رتبة عقيد القيادة الأمنية والعسكرية التي حضرت اللقاء على الاستماع إلى الأمهات والتعاون لإظهار جميع المخفيين في أقرب وقت مؤكدا على حقهن في معرفة مصير أبنائهن وإنهاء معاناتهن المستمرة منذ سنوات إلى المهرة حيث أقرت لجنة الاعتصام السلمي هناك برنامجا تصعيديا للدفاع عن المهرة والسيادة الوطنية وعقدت اللجنة اجتماعا في مدينة الغيظة برئاسة عامر سعد كلشات كرسته لمناقشة برنامج المرحلة المقبلة والوقوف على آخر المستجدات في المحافظة وقال كلشات إن هناك مستجدات جديدة في المهرة يتطلب من الجميع الوقوف عندها ومناقشتها وإقرار برنامج عمل لمواصلة المشوار للدفاع عن المهرة والسيادة الوطنية وضف أن لجنة الاعتصام السلمي أمامها مهام وطنية كبيرة في المرحلة المقبلة أمام ما تتعرض له المحافظة من مؤامرة خطيرة وإغراقها بالفوضى من قبل القوات السعودية نظمت اللجنة المكلفة بمتاعباعة حقوق اللاجئين في السودان وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق اللاجئين اليمنيين في السودان وتم إقامة الوقفة أمس الخميس أمام مقر الأمم المتحدة في الخرطوم وتم فيها التجديد على ضرورة استيفاء جميع حقوق اليمنيين اللاجئين في السودان المالية منها والعلاجية ويتهم المحتجون الأمم المتحدة بتغييب حقوق اليمني في السودان نهب اعتمادات اللاجئين التي تمر اعتمادها من المقر الرئيسي للأمم المتحدة في جينيف ويعاني الكثير من اليمنيين اللاجئين في السودان من مشاكل تتعلق بالإقامة السنوية ونظام الكفيل وعدم حصولهم على أي مساعدة مالية تكفل تصريف حياتهم وعائلاتهم شكى مواطنون من ارتفاع عمولات الحوالات النقدية التي تفرضها شركات الصرافة المزيد في سياق التقرير التالي فتحت ميليشياء الحوثية الانقلابية جبهة جديدة من خلال حربها الاقتصادية بين الأوراق النقدية في اليمن حرب تسببت بمنع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتها وأجبرت الصرافين برفع عمولات الحوالات ليشكل بذلك عبءا اقتصاديا على السكان لا سيما البسطاء منهم حضر العملة الجديدة وصفته الحكومة بأنه تخريب اقتصادي لكنها باتت عجزة امام المغالاة باسعار العمولات من قبل الصرافين الذين ارجعوا اسبابه الى تواجد شركات الصرافة في صنعاء وتحكم الميليشياء فيها كالعادة وجد اليمنيون انفسهم ضحية بين الجانبين وتسبب في وجود عملتين بقيمتين مختلفتين مما يزيد الاضطراب في بلد يشهد تدهورا اقتصاديا ويعاني ويلات الحرب وفي خبرنا الاخير اعترفت اللجنة الاقتصادية التابعة للميليشيا الحوثية بوقوع كارثة مرتقبة بسبب قرارها القاضي بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية وفشل العملة الالكترونية والتي يطلق عليها اسم الريال الالكتروني وقالت مصادر في اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين ان جدالا حادا داخل اللجنة الاقتصادية حدث بعد فشل الريال الالكتروني والقرار العشوائي غير المدروس بشأن الغاء التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية لافتا الى ان الجدال جاء نتيجة لتلف العملة الورقية القديمة والتي لا يمكن لها الصمود أكثر من عامين وهو ما يعني الرضوخة لقرار الحكومة الشرعية وتشير المصادر إلى أن اللجنة الاقتصادية باتت عاجزة عن وضع حلول خاصة بعد عجز الميليشيا عن فرض أو في فرض الأمر الواقع للاعتراف بهم دوليا حتى يتمكن من طباعة عملة جديدة في الختام نذكركم بعناوين النشرة احتشاد واسع بساحة الحرية بتاعز احتفاء بالذكرى التاسعة لثورة الحادي عشر من فبراير الجيش الوطني يحرر مواقع في جبهة السرواح بمأربة والجوف ميليشيا الحوث تقصف مستشفى بمأربة وتواصل استهداف منازل المواطنين بمديرية حيس في الحديدة دمت في رعاة الله وحفظي الى اللقاء